تعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية تفسير كلام الخالق من الجن إلى الطارق لفضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف زاهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة عشرة من سلسلة تفسير كلام الخالق من الجن إلى الطارق في هذه الحلقة نبدأ الحديث من صورة النازعات النازعات اسم من أسماء الملائكة التي تنزع أرواح العباد وهذا النزع لأرواح العباد ينقسم إلى قسمين قسم يكون بشدة يكون نزع بشدة ومشقة وقسم يكون بلين ورحمة القسم الأول أرواح الكفار والعياذ بالله أرواحهم تغرق في أجسادهم وتتمسك بالأجساد ولا تريد أن تخرج فلذلك نزعها يكون بشدة وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم والنازعات غرقا فإن هؤلاء الملائكة يجلبون هذه الأرواح بشدة ومشقة لأنها غارقة في أجساد أصحابها أما أرواح المؤمنين جعل لله وإياكم منهم فإن الملائكة تنشطها نشطا أي تخرجها بسهولة وليونة ويسر لأن أرواحها تعلم ما أعده الله لها من النعيم عنده سبحانه وتعالى فتخرج كما تخرج القطرة من فم السقاء أي من فم القربة لينة هينة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا أنواع من الملائكة تسبح في السماوات صعودا ونزولا بأمر الله ومنهم الملائكة الذين يحضرون معنا الصلاوات الخمس قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فوج ينزل في الصبح ويحضر معنا الصبح والظهر والعصر ويصعد بعد صلاة العصر والفوج الآخر ينزل ويحضر العصر والمغرب والعشاء والصبح ويرجع في صلاة الصبح فإنهم يتناوبون وكذلك الملائكة الحافظين الذين يحفظون العباد من بين أيديه ومن خلفه فهؤلاء يسبحون سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا أي الملائكة الذين يتسابقون ويبادرون لتنفيذ أمر الله ويسبقون الشياطين إلى إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تسترقه الشياطين فالمدبرات أمره أي الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنباتات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك مما أمرهم الله به فإنهم يدبرون هذه الأمور كما أمرهم الله بلا زيادة ولا نقصة فالمدبرات أمره أقسم الله عز وجل بهؤلاء الملائكة وجواب القسم يأتي في معنى الكلام الآتي بمعنى أن ذلك اليوم الذي سيأتي وهو يوم القيامة يوم حق وتلك الأهوال والأحوال والزلازل العظام التي ستقع فيه حق لا مرية فيه ولا شك قال تعالى يوم ترجف الراجفة وهي قيام الساعة تتبعها الرادفة الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها وبعدها قلوب يومئذ واجفة أي موجفة ومجوفة منزعجة من شدة ما ترى وتسمع أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة قد ملأ قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف والحصرة يقول الكافرون يومئذ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة يقولون هذا الكلام أي يقول الكفار هذا الكلام في الدنيا على وجه التكذيب يكذبون بالبعث والنشور أئنا لمردودون أي سنرجع إلى الحياة بعد أن نصير في الحفرة وفي الحافرة وفي القبور ونصير يعني عظاما بالية نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة أي محال بعيد أن يحدث هذا استبعدوا أن يبعثهم الله تعالى بعد أن كانوا عظاما نخرة وذلك جهل منهم لأن الله تعالى خلقهم من لي شيء فهل يصعب عليه أن يخلقهم بعد أن صاروا شيئا وأن صاروا أجسادا قال الله تعالى مبينا سهولة هذا الأمر عليه وأنه لا يصعب عليه فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإنما هي زجرة واحدة وهي النفخة في الصور التي ينفخها إسرافيل عليه السلام نفخة البعث فإذا الخلائق كلهم بالساهرة والساهرة اسم من أسماء أرض القيامة قيل أنها سميت بالساهرة لأن لأجلها يصهر الصالحون ما الذي أصهرك أيها الإنسان؟ ما الذي يصهرك في حالك في ليلتك؟ هل تصهر لطاعة الله؟ هل تصهر لقيام الليل؟ هل تصهر لأجل أن ترضي ربك سبحانه وتعالى؟ أم تصهر في المعاصي والذنوب؟ أم تصهر فيما لا يعود عليك بالنفع؟ أم تصهر في ارتكاب اقتراف الآتام؟ والمكر بالعباد؟ فالساهرة اسم من أسماء يوم القيامة أرض بيضاء عفراء لا معلم فيها لأحد كقرص نقي يعني بيضاء مستوية استواء واحدا وليس فيها معالم لا منخفضات ولا مرتفعات بعد أن ذكر الله عز وجل أكد هذه الحقيقة ذكر أن من المكذبين بها فرعون الذي جاءه موسى بالموعظة وجاءه موسى عليه السلام نبي من أنبياء الله من الأولي العز من الرسل جاءه بالموعظة فكذب بها قال تعالى هل تاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى؟ اعرض عليه أن يتزكى ويتوب ويرجع إلى الله ويخشى وينيب إلى الله وأهديك إلى ربك فتخشى أرشدك إلى ربك وخالقك فتخشاه وتطيع أوامره فأراه لاية الكبرى أي أراه المعجزة الكبرى وهي العصى التي تصبح حية بإذن الله سبحانه وتعالى فكذب وعصى لم يؤمن بموسى عليه السلام ولم يتطعذ بتلك الآيات الباهرات والمعجزات التي جاء بها موسى وعلى رأسها اليد ثم العصى ثم يعني سنين من الجفاف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والجراد والقمل والضفاضع والدم تسع آيات بينات رآها فرعون ومع ذلك لم يتطعب فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى جمع يعني أمته وجمع قومه واستكبر عليهم وادعى الربوبية بعدما ادعى الألوهية في آية أخرى حيث قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري فماذا كان مصيره وماذا كان جزاؤه قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والولى أي أخذه الله وجعله عبرة لأهل الآخرة ولأهل الأولى أي صارت عقوبته دليلا وزاجرا لعقوبة الدنيا والآخرة ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى إن في هذه الحادثة التي وقعت لفرعون الطاغية الظالم الذي تكبر بجنوده وبما آتاه الله من ملك وجنود وسلاح وغير ذلك طغى وتجبر ثم صار وقد غارق أراد أن يتوب فلم تقبل توبته أراد أن ينيب إلى الله عز وجل فلم تقبل منه التوبة ففي هذه القصة عبرة لمن يخشى ولمن يتطعب ألا يقع له مثل ما وقع لفرعون فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نخضع لربنا وأن نتذلل بين يديه وأن لا نغتر بشبابنا ولا بقوتنا ولا بأموالنا فإننا لا شك مغادرون وإلى الله راجعون نسأل الله تعالى أن يحينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان وأن يهدينا سبل السلام والحمد لله رب العالمين تفزير كلام الخالق من الجن إلى الطارق لفضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف زاهد شكرا للمشاهدة